موسيقى والحلقة 42 مالك مبسوط والله كانوا حلوين فايتات أبوظبي اليوم كانوا حلوين مبسوط يا حبيبي كنت متحمس اه والله والله صراحة اه قبل ما نخش بالزاكي بدنا نبلش اول حلقة كل حلقة نحكي نفس الاشي اعملوا لايك وسبسكرايب على اليوتيوب وفوتوا على انستجرام اعملوا فالو غير هيك احنا اليوم جدا 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 ازهقت وانا احكي لكم اقول لك شي بطلت بطلت شو؟ بطلت طلع برا بديش لحالي معاكم ايمن من هو شي امامي اهلا وسهلا فيكم شو الصورة الجديدة براك بالله غيرت مني كيف بس حلوة ذي الناس ذي الناس شو اسمه؟ فنان كتير شاطر اسمه روس بينز باليوكي قال لك تعملوا دعاي ضفعلك شي؟ لا ما قال لي مين سمح لك تحكي اسم حدا تاني مين سمح لك؟ لا لا منحبه خايم كبعات النهدية خبك برس ان شاء الله واربعة خرس بس متقدر تعمل هيك، تتعرف تعب تعمل هيك بس مش مبين هلا عشان انا بس اسود اسود طلع الطلع اللوي الابيض هو مزنخة معك اليوم ت absorb لا مش حالك بالعكس هيك زي ما انا وش عارك عمل ليها زي جوني برافو ميزان بلاي طيب كيف يو اي ووريوز والله اليوم بالله ما تدمت انه ما اروحنا لا ليش لانه هنروح بكرة طيب نروح اليوم بكرة كان لا ما اروح يعني ما بس واو شو هالليلة كلهم فنش ورا فنش ورا فنش ورا فنش ورا فنش واخر واحدة ما كانت فنش اه بالظبط غريب غريب جدا هلا احنا شوف خلينا بس عشان نكون الكل عارف احنا اليوم هنحكي طبعا على UFC 263 لانه تأخرنا في الموضوع وحنحكي طبعا في الفايتات اللي صارت في ابوضاب اليوم الارابيا كارد فاوين بدك تبلش فيهاي ولا فيهاي نحكي بالماضي اول شي تفضلي هبيلة تعمل لي ستوري على سترنا شوي تعمل لي ستوري على انستغرام اول مرة بحياتي جنيت انت يا زرامان انت اهبل انت حمار انت بلاش تطعلي باشياء اصلا محد تسامع فيها ولا حدا عارف فيها انا من امت من ايام يا عيني يا عيني عليك كلهم مسجرين راح عمل لك فيهم فيديو كامل اخرس يا كهل يا هبيلة انا من ايام كامارو انا من ايام كامارو انا من ايام كامارو انا من ايام كامارو انت اقعد بتشكك بالمسلاقيتي انت زبطت معاك وانا برفض زبطت معاك ساكندراون كي او تبعت وانقانوك بالراسك بصرة ديش صار وخلص مستكتيزي حلو هيك اسكت يا زلمي اسكت 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 المهم المهم انا مش حجات مش حجات رح يحشمو رح يفقع وينش بوكسات رح يفقع وينش بوكسات ما بدك الصلاحة وجمال هل كمان قلت حيفوز على بول كريغ خود هاي كمان بس هيك ممشي لك ياها انا اسمع يعني هاي هيك كنا عم نحكي فيها يعني ما بطلع لك ايش اللي بزبط ايش اللي كان مصخرا ايش لا لما تحكي اسم يعني خلاص عارفين الفايتات المهمة قلتلك انا رح يكون اول خسارة لجمال هلل قلتلي لا قلتلي لا جمال هلل حيفوز هاي طقعوا اول جولة تاني شي براندون مورينو يا الزلمة براندون مورينو علم عليه تعليم تعليم ولا قرب عليه حداك هلا كثير من الكثير الحاكي اللي عم نسمعه ايش كان سكران قبليها لا لا كثير حاكي مكدونالز بجوز قبل بليلة هلا خليني احكي خرب بيتك شو حيوان كثير من الحاكي اللي عم نسمعه هلا انه هلا طبعا ما فيش اي نوع من انواع الاكسكيوس براندون مورينو اداؤه كان وين وفي قهيده وين دمره فجره لكن في اي نوع من انواع الخوف ولا اي نوع من انواع الرهبة وحتى لما نزله واخد الاول وما زبطت معه عادي رجع لوراه عاد جلس ركبها وفرموا اياها بدون اي مشاكل فرموا فرموا بس كثير من الحاكي او من المعلقين هلا اللي عم نسمع منهم عم بيجيب وصيرة انه في قهيده اجه على الميزان قبل نهاية توقيت الميزان بدقيقة وانه كان منتهي وهلا صار الحاكي انه يطلع من الفئة كلها يطلع من الفلايويت ويروح على بانتمويت كأنه هذا الاشي حيساعده انا اصلا حجمه هو اللي كان مساعده عرفت كيف بخسر كتير وزن وقت الوين وبرجع بزيد له عشرة كيلو على الفايت هذا كان نقطة قوته هو هلا رح يخسرها هاي النقطة لازي طلع ويت كلاس عرفت كيف ففي اخده عطر فا فيا انا اظن لازم يطلع عشان جسمه بطل يتحمل بطل يتحمل جسمه ما كان فيها اي نوع من انواع التنافس غريب لا مش غريب وبتعرف براندون مورينو قسطو انت كيف طلعوا من اليو افسي ورجع على اليو افسي قبليها ايمن قبل ما يطلعوا من اليو افسي طلعوا من اليو افسي التمت فايتر ايش طلعوا من اليو افسي طلع من اليو افسي استبعد هو اول مرة بالالتمت فايتر بعدين دخل على اليو افسي بعدين طلعوا من اليو افسي بالالفين وسبعتاش ولا تمنتاش وبعدين رجع هذا بقدر هلا يكتب تابعنا صوت حياته هلا بعده بالثلاثين سنة عنداش امره وشخصيته حلوة قرب بوزك على المايكروفون بقول لك شخصيته حلوة ها هيك انه بتعرف بتحسه مفرفش هيك انه روحه حلوة بضحك بمزح مبتسم انجليزياته جدا ممتازة مقارنة بهذاك بفقه هيدو تحشيش كيف سرنا نحكي بالانجليزة زيك كنها يعني جزء من الفايتغيم بحكي انجليزي ممتاز جابه حلو ما بيني وبينك ضروري بعرف بعرف يعني انت عندك اكبر سوء هو سوء امريكا هنضحك عبعض هلا يسحب سوء المكسيكو تعرف شو يعني مية بالمية سوء المكسيك بمكسيكو سوء المكسيك بامريكا يعني هذا سوء ممتاز مية بالمية بسطلو وحيفتحوا هلا شو اسمو هيفتحوا هلا في مكسيكو سيدي فحينعش السوء المكسيكي اكيد هلا خلينا نشوف كيف حكون شكله بالمستقبل خلينا نشوف يلا كانت فايت كتير حلوة انت بديت طبعا بجمال هل وبول كريغ تعرف انه ايده طلعت مش مكسورة مش مكسورة لا اموت وافهم كيف هيك كانت عاملة انا كنت عم باسب عال عالريفلي مفروض يوقف فقبل كان بس عالمنظر مش عايشي تاني آمان مقلف كان منظر مقلف هيك عم بتلولح وهذاك نازل فيه وكتل يا 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 كش بدني كيف طلعت مش مكسورة انا مش عارف زيه زي توني فرغسون هدول المططات المطط طلعت دسلوكيتد بس دسلوكيتد طلعت ورجع طريقها ورجع طبيعي غريب اوهو خصوات انت ستبقي رائع لنستمرن لنستمرن أنت اتماجد صا execut يبدو أنه يزاله يزاله أنا مجدداً أنا مجدداً أنا مجدداً أنا مجدداً لا أهلاً أنا مجدداً أنا مجدداً أنا مجدداً أنت مجدداً لماذا؟ لأنه أول شيء لم يفعل المجدداً أبداً لم يفعل المجدداً لعبها سيف لعب على النقاط ضعف فيتوري وما أخذ ولا رزق ولا نوع من الرزق زيرو زيرو رزق عشان يطلع شوية شوية مجدداً ما كان فيه جداً مملة كانت وجداً بيزحق وطلع من رأسي إيش بدك تحكي؟ خلصت؟ خلصت؟ أنت بطل عالم وعم تلعب مع واحد فزت عليه آخر مرة وطالع من خسارة مجدداً ديديان بلوهوفيتش وبالتكية يفوت يستعرض؟ آه 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 أول شيء خلينا أرجع عيد الحكايتو أنت طالع من خسارة كل حدا هل عم بشك فيك أوكي هلو؟ في إشي تثبته يعني في إشي لازم تثبته أوكي بدك تعلم عليها تعلم عليك تعلم عليك تعلم عليك خمس جولات لصفر ولا لمسوا هداك تعرف تعرف هاي بدك تحطها على كليب على الإنستغرام وشوفوا الناس شو رأيهم شو رأيك أنت لو مبسوطة حالك بفكر أنها كانت فايت حلوة أنت بحب أقول لك حمار على قولتك برطلون اسمع كانت فايت كثير كانت فايت كثير مش شوي أوكي أوكي بعرف حتى المعلقين الأمريكان وغين هم كانوا عم بحكوا أنه إحنا يان بلوهوفيتش رسم لنا رسم لنا المخطط أنه كيف نهزم أدسانيا وهو نفسه فيتوري كان عم بقوله أنا وبالأول مرة نزلنا فيها عملت فيك وسويت فيك بالنحية التاكداون حلو إزي عمل تاكداون تاكداون خيالي عمل خيالي الهيد من تاكداون شفت لما كان على الفنس وعم بتحرك فيتوري مش قادر يلمسه وعم بضرب وقت ما بده الطريق اللي بده أنا بصراحة لقيتها فايت بتجنن أنا كتير عجبتني مش شوي تاكداون بس بحب أقولك كتير تكنيكاون كتير تكنيكاون هاي مش فايت حلوة هاي فايت حلوة ما انلاش أنا بياك عبو عضب الاماميين هلا مش 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 من أجبل الفايتات ولا من ولا من التوب ولا من مش فاقي هاي دوم مورينو مش مش ويلي وشو اسمها وجون جيتشك بس فايت حلوة يا جلي مانتا انت 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 كنت تحكي انه مملا انت كنت تحكي مملا مملا بالنسبة لهاي انت ما لك اشي أحيانا COOL mommel احيانا بفايت هالكاب مملا ولا مرة شو دخلنا هالله بجونzz انت انت اللي مملا بتعرأ كنت احكي بوججك بس شاعرك عشان شاعرك لا انا عجبتني ما كانت 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 تكنيكال كانت تكنيكال شو اسمه شوكيس كتير حبيتها واللي استغربت منه بعد الفايتمان هداك رافع عيده هداك عبيط عبيط مان ما كبر لسه مان انت يعني انت في اي كوكب في العالم انت من اي مريخ نازل تتفكر حالك انه انت فوزت لا وحكا له ايها بقول له I think I won اهبر رجلون سكران مصطول متعاطي شارب لا لا هذا ولد صغير نقطة وسطر جديد هذا ولد صغير وهذا الولد ما حيتعلم ولا حيكبر ولا حينضج مش عم بتقبل خسارة يا زلمي اسمع بعد ما صارت هاي باي دووي منيح انه فاز هذه سانية صراحة مية بالمية منيح انه فاز مية بالمية اسمع بديش يا بالدفجين اصلا دخلت دخلت بجدال كتير طويل مع حدا اونلاين اني كنزة انه ما عنديش شي اعمله انك انت تتمسك بخساراتك كأنها انتصارات هذا اشي كتير خطر عليك جدا مش راح تتعلم جدا مش راح تغير طريق تفكيرك مزبوط مش راح تتطور مزبوط حضلك عايش في الماضي وانا اللي فزت انا اللي فزت لا يا حبيبي انت خسرت وتعلم عليك وحتى بالفايت الاولى كانت سبيل ديسجن بس ارجعوا ويحضروها يا جماعة برضو خسر بكل وضوح لا لا فيه فيه لا اسمع اول الفايت فيه يفكر انه فاز عادي بعطيه تلت فيه يفكر هو انه فاز عادي ما فيك انت تلومه لا ما كان بتاع درجة قريبة بس هو ما فيك تلوموز ويفكر انه فاز عادي بس هاي مستحيل تفكر انه يفكر انه فاز يزا مستحيل كثير كثير الولد غبي معتوه معتوه رسمي يا زنة ما يطلع من راسي طيب الفايت اللي اهم منها بالنسبة لي انا ابتو سيكس تري بلال وديمين بايا ذكر شو حكا على الفايت كونفرنس مين فيتوري لا دي ثانية انا يا نايت بير لا لا انا يا نايت بير قالو منيح ما في اشي ع صباحك اه اه يوان عادي ما حد عضو خلص هليني ساكت هسنا تقليك ساكت خلص خلص غطرش على الموضوع ركز احنا احنا صحفيين احنا صحفيين هذا عادي ما يمشي بحق ولا يهمك اوكي انا صحفي شكلي شغل صحفي انا اه اه كثير مراسل مراسل اسمع لو صحفي يخلوني اخلي اللحية اه عادي والله اه حسب اي قناة طيب اذا على نايل سات ووضبطش المهم بلاله دامين حزنت بلال الف مبروك وحش عملت لعليك وعملت لك لازم تعمله وما كان في اي منافسة صراحة اي صحافة بس كتير احزنت على دامين مايا عشان شفته عم بجرب قلبه رب وشفته عم بنازع وتذكر ايام زمان كيف كان هو يعني هو مان بشطورة بالجيم هاي بشطورة مختلفنا فأظن هاي كانت الـ Retirement Fight تبعته مع أنه هو هلا بالعمب صوتك تغير شوي ليش هيك كأنه بعد ولا إشي جد؟ آه هيك منيح خليك زيك آه جد أوكي أظن طلب حدا هو بعد الفايت طلب نيت دياز يا سلامة طلب نيت دياز بعد الفايت ما رح يعني هبل هاي ياخد نيت دياز وهبل يكمل ديمين مايا روح استقيل انبسط قعد مع ولادك ما بعرف فيعطيك العائفة ديمين مايا عملت اللي عليك وما أظن يرجع الـ UFC بحكاها دينا وايت أنا وأنا مع هذا العمر خلص يعني ما فيش داعي أنك تجازف بصحتك وبعمرك الفايت كفايت تثبت لك أنه طبعا اللي بعرف أي شيء عند ديمين مايا تعرف أنه هذا أخطر واحد حتى بعمره هلا اللي هو فيه هذا أخطر واحد من أخطر الناس بلاش أقول أخطر واحد بس من أخطر الناس بالـ UFC على الأرض على الأرض آه بجوجيتس مظمم مستوى عالي بالجوجيتسو بطريقة مش طبيعية فإنه بلال عرف يصد جميع محاولات الإنزال تابعون ديمين مايا أعتقد باستثناء واحدة أو تبين واحدة 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 هاي بحد ذاتها بتحكي بتقول لك أشياء كثيرة عن بلال يا 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 مش إشي صغير هاي مش إشي سهل يا 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 وبلال وصرعته بتخوف كمان يعني ما بيكونوا شاطرين لما يلعبوا مع ديمين مايا بس بلال يكون عنده درجة هاي بالتاكدان ديفانس كيلس طبعونا والرستنج سكيلس طبعونا وأنه يضله هو السترايكين بهالمستوى هاي بتأخد يعني طب فايف كنتندر بالعالم مية بالمية مان وبالتالي وبالتالي طلعت تصنيفه للتاسع فصار عنا بطل فلسطيني في العشرة الأوائل ايوة يزر أول مرة في التاريخ فهاي كتير كبيرة مبروك بلال محمد ألف مبروك بلال محمد بدي أخد بس ثانية أي من نحكي عن هذا الموضوع قبل ما ننسى بلال محمد هلا بدون ما ندخل في كل التفاصيل لأنه لسه ما إيجاة الرخصة بس بلال محمد حيبعت لنا كفتات موقعة واحتمال كتير كبيرة أمصان موقعة وطوائو إلى آخره وهي الأشياء كلها هتنباع على موقعنا يا حنعملها على الويبسايت يا حنعملها لايف على البودكاست مش عارفين كيف بالضبط والفلوس اللي حنحصدها من هذا الموضوع هتروح كلها لجمعية خيرية هذا اللي بدأت أحكي لكم إياه هلأ خلوكم متابعين معنا إن شاء الله إن شاء الله قريباً بس يترخص الموضوع كله من الحكومة ويصير ويصير أوفيشل هتوصلنا الأواعي والطوائي والقفاذات وبإذن الله بإذن الله بنقدر نبيعها بأكدر أكبر كم من الفلوس عشان نساعد إيش يضروني طيب أوقع تشارتي أنا أتبع ليها كمان انت محدش سائل فيك أصلا فحكينا عن بلال طيب جملني شوي يا زرامي أعب عليك جملني I'm sorry So sorry حكينا عن بلال وحكينا عن الفقه هيدو وحكينا عن عدسانيا اللي هي أنت بتتفع معي هنا كانت فايت كتير حلوة وتكنيكل ومتجنة سدني عقل أسدلك يا عدسانيا وإنه إداءه لعدسانيا كان ممتاز للغاية بضل واحدة ما حكينا عنها نيت دياس ليان أدوردس يا زرامي مع أنه خسر نيت استنى شوي مع أنه خسر نيت يا زرامي كل حدا عم بحكي فيه لكنه فاز عمرك في حياتك شفت واحد بخسر وسعر السحمه بطلع ما مش طبيعي بس نيت دياس خسر 24 دقيقة و 24 دقيقة و 30 ثانية من الخمسة وعشرين من الخمسة وعشرين دقيقة دعوني النزال يعني اللي كان هو بحكي فيه ممكن هم 30 ثانية أربعين ثانية آخر 30 أربعين ثانية وكل أمة لا الله إلا الله نسيت الجولات الأربع والنص الأولين وعلقوا في هاي آخر واحدة ومان سعر سهم وطلع ولا كأنه خسر مان بس تعرف شو ما بعرف مان ضربوا وهزوا منيع نايم كان ولما هزوا حط أصبعوا هيك صار يضحك عليه يا زرام معاك كامل ثانية كامل عليه يا زرام اخلق هالا ارجنسي خش عليه تعرف كيف بتعرف بقولك بقولك سليب ووكين سليب ووكين كان سليب ووكين كان من نكوة مسواقف بالفعل لما عم شو هالا بتقشر على فوت خلص يا بني آدم بس هو أصلا مش معان الزلمة يعني شفتوا بالبري والبوست فايد كونفرنس مش كان مصموخ كان مودع فقعلك الزجارة بني قدي كده هو حضرتك ووكين مش معانا ندياز مش معانا يا مام لا لا ولا هو مع حاله إذا ما بدوكم معانا بس نجم من هاي هي النجومية هاي هي النجومية هاي هي النجومية بدك واحد تحكي عنه سوبرستار بالفعل سوبرستار وكل يوم عن يوم سهمه بطلع وكل يوم عن يوم مشاهدينه متابعينه والناس اللي بحبوه عم بزيده جمهوره عم بيكبر فلوسه عم تكتر بيخسر وبيربع يعني بيخسر وبيعمل فلوسه أكتر من الربحان بس أنا بدي أحكي لك شغلة عن هاي الفايت انت هلا حتبزق في وجهي وكمان مرة طيب يلا اه شوف انت المفروض انك تكون يعني تمدحني انه انا زلمة ما عنديش مشكلة اني احكي لك انه انا كنت غلطان اوكي انت ما عندكش مشكلة اه ولكن انت ما عندكش مشكلة تحكي انك غلطان انه انت مريض انه ليون يفوز على حمزة اللي انا كنت اقول لك عوارة المفروض يفوز عليه ايه اوك والحكي انه حلق ليون بده يفوت على بدو بدو يلعب على اللقب ضد كامارو انا لو مديرو ببعد عنه الشر وبغنيره كمان ستة شهر почти لعب هو خسر خسر اه بس خسر يعني ما اختلفنا. بس اه بس انا بقول لك ياها وحكيت لك ياها وحكيتها لعدة اشخاص اللي راح يجيب اجل كما رو اسما هو حمزة ازا وصل ازا وصل ازا وصل ما بعرف هلأ شوية متغير حمزة من صاير شوية غريب اه يوم بيعمل لي ديديد على الانستغرام يوم بيعمل يوم بيشيل كل صوره وبرجعهم من فصم الزلمة ما بعرف شو عم بيسير بس ان شاء الله يرجعون تراك حسب اللي انا فهمانه بيني وبينك ولاش بلاش بلاش احكي لانه بصراحة الموضوع مش موثق من عندي فبديش اتاجر هيك 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 حمزة حكا بده يهشمنا لهوش خرباني هاسماش هو الشيء اسماش هبريبادي ما شاهر اوووووه الاهو رجع حمزة نفس هالجدية الي كان فيها اول ما اجل على الو افسي وهالجنونية ما رح يشيل الحرض لأوسمن هتشوفه اتوقع بشهر ثمانية وتسعة من خلاص يا اوكي وما اتوقع انه تغير فيه اشي هتنك هتلاقيه زي ما هو بس يعني انه انه نيت دياز كان حيفرمك في اخر 30 ثانية بعد ما صر له 4 دقايق ونص وبعد انضربه مش انه والله ليون ملمسوش لنات ونيت اكل كل اشي رماله ايا ليون عادي يعني مركب مهزك ريح راسه من هون مفتوحة عينه مفتوحة اكل 350 الف بوكس اللي باول الجولة لو ببزق على عينه رح تنفتح قد ما عنده سكار تشيو قد ما انفتحت خلاص مان هاي لما تشوف دم على نيت دياز عادي عادي ثلاثة لارجع في المود اه اني الاحق اللقب بعدين بروح بلعب عليه هذا رأيي انا مزبوط مزبوط تنزل تنزل ضد كمارو هلأ مش مش هتستفيد هاي فايت هلأ جاي باي ذوي انا عم بدخل هلأ موضوع تاني بس بدي رأيك فيه ستيفن واندربوي تومسون مع مين رأيك فيه وقلبرت بيرنز اه اخ مان هاي صعبة هاي صعبة كتير كتير صعبة وعننا نحن شوية انحياز اه الواندربوي الواندربوي اه ما بعرف يعني الواندربوي كتير كتير تلقبت الموضوع هلأ الواندربوي فاز على بيرنز معانته هو لازم على اللقب هلأ هم بحكوينوا ليون لازم على اللقب وبرضو فيه هلأ مين كمان فيه بالموضوع طلع دينا ألكم كوبي وكولبي هلأ ناكست مش فاهم شو عم بسير يا زرمان طلع دينا طلع دينا ألكم كوبي كوفيكتن أعطاكم إياها عبلاطة فما حدا يفكر بأنه في حدا حيال عبلاطة تكره كولبي بقدر على وثمان ولا اذا فيه حدا في اليو اف سي حيقدر على وثمان حاليا في الطب فايف هو كولبي كوفيكتن هلأ بتحبوه بتكرهوه هو شخصيته خرا هو حمار الشو اللي بيعملو شوي تافه معاكم هلأ شوف تعرف شو مشكلتي أنا بالموضوع هاد إنه لما شفنا كولبي وكامارو شفنا أحسن كولبي ممكن شوفه بحياتنا بس ما شفنا أحسن كامارو ممكن شوفه كامارو دخل شوية أي كامارو كان أحسن برايك سم كامارو أدخل كامارو من ضد شو اسمه ضد بيرنز وضد ماسفيدال بيرنز وماسفيدال بيرنز وماسفيدال قبلها كان كولبي كولبي بعدين بيرنز بعدين ماسهدل صح؟ ولا كولبي ماسهدل بيرنز شو ما عرفت نشو دا يذكرني هلو هنا ثلاثة هدول اه اتجاب تعتو صينة كانت ليش عادي من حزر احنا في ايش قدامنا اسمه جهاز الحسوب الالي صح كانت 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 ماسهدل بيرنز ماسهدل ماسهدل بيرنز ماسهدل اه كولبي ماسهدل بيرنز ماسهدل اه اه حلو فاخر ماسهدل لما خلصه انا معك هاي يمكن كانت انضف نسخة من كمارو نشوفها اه 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 وكولبي مع جيلبرت كان مخيف مع جيلبرت كان مخيف انا اللي عجبني فيه مع جيلبرت انه اكلبوكس مرتب وقدر يمسك حاله ويرجع الفايت وعرف كيف يطلع منها هاي حبيتها منه يعني ما شفناها هاي منه ما نخلصه خلص خلص جيلبرت بيرنز اه بعد ما كان هو يعني انه الكل عم بحكي انه هو بيرنز معلوم نفس الفريق تسمع لما احكيه ولا ما بتسمع بسمع بسمع اوكي تمام انه خلصه وانه التيم تبعه اعطوه كل الانفرميشن وبلا بلا 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 و وبعدين هو عم بيعمل هو مبسوط عم بينوطة الكيج اه اه شو اسمه شو حمار يا زلمي بس اسمع انت سمعت قصته هاد الورد انا نسيه شو اسمه هلا بطلع لك اسمه كان كان متعاطي وكان حيموت ودخل على المستشفى ورأيبته مفتوحة وكان طبما في السجن وهذا كان يعني هذا المفوض انه ميت اه تيرنتس مكيني فاز على مات فرفولا بسبن ساكنز في روند وان اظن تاني اسرع فينش باليو اف سي بعد اسكرين اسكرين مازمده بعدين طلع على الافص وشيس هوبر خسر شيس هوبر هو اصغر مقاتل بتاريخ المنظمة بس برضو له مستقبل كبير له مستقبل كبير مزبوط براد ريدل وشيس هوبر خلوا عنكم عني هما دول بس هذا معاني درس درس للناس المجانين هدول بنتوا عكياجوا يعملوا هالفليبس وهالنطات الجنونية بعد الفايد اهدوا يا زرمي تتذكر لما تشاندلر عملها في ابوضبي اه يا زرمي او مرة بعملها كانت وبعدين كان حيقلب مسك حرب هي قيتشي بعملها وما بخاف لما يعمل لها قيتشي بس انيوي بوم 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 شو هدا اللي شفناه اليوم اظن هاي احل افنت بحضرها بحياتي بحياتي مش من ناحية التالنت بس انو من ناحية سرعة وانرجي والناس جايين الا فايت واحدة بتاعت عبدالله عبدالله مسالم وشو اسمه عماد عماء 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 اول شي مين الحكم كان فيها هاي حلمي الاندلسي حلمي الاندلسي يعطيك العافية يعطيك العافية ايش هاد يا زرمي اا شوي كانت عافية الزرمي كان بترايانجل وضعي الاكمل ثانية وعم بعمل هيك هاي دلاتلي انه انا تمامي حبيبي امرا حداك الي ماسك الترايانجل حكرا هي ستابنج هي ستابنج ولا اشي هيك هامرا حرد عليه وقف الفايت اه شغلك انت تتطلع عالزلمي اذا عم بعمل تاب ولا لا مش تسمع لخصمه لا عيب يا زلمي انا مش هفتح الموضوع ما بيصير زلمي صلوا ثلاثة اربعة تشور فايت كامب ما بعرف قديش صلوا وشفتوا بعد الهادا حكا انه انا تركت شغلي عشان الفايت هاي تيجوا هيك بتمقلبوني ما بصير هاي لازم هاي لازم اا ما بعرف يسحبوها فيهم يسحبوها بسحبوها صح بعرفش بسحبوها يا ظلمي بعرفش شو كوانينهم هذا ما بصير يخسر انا بحب اركز في الفايترز اكثر طيب يا زلمي هذا الفايتر خسر وما بصير يخسر انا نصعقت مان لموقفه وكان متردد انه اه انه هو ما دخلني يعني هو اخذها هيك اخذها بالشو اسمه بالديمقراطية لا مان هاي غلطة كبيرة كانت باي لو اوكي بس يعني احنا لا انا بحياتي ما شفت هيك بحياتي ما شفت اللي شفناها في التحكيم سواء كان بيو افسي او في بيلاتور مش هيك مش هيك مش هيك مش هيك مان انا كان عامل هيك السلم ايه رافع الثم تبعته لو ما كان رافع الثم وفكر انه نايم مثلا او ايده ما حمش تحرك اوكي هاي شفناها واغلاط كبيرة كانت بس واحدة ما ملك هيك كامان اه يعني انا اوكي المهم سيبك منها هاي خلصني اوكي اوكي اول فايت انا حزنت عليه والله الظلمة صراحة اول فايت انسيت لمن كانت لا يعنيني كير حلوة كانت اول فايت اماترز تنين كانوا اظن فايت واحد عنده التاني ديبيوت او اشي هشم ومان اخر كم ثاني من تالت راون ضربوا سبينين كيك بالهيل على السولر بلكسس والريبز اظن اكيد كسله كامل ريب من اه هداك الشاب شو اسمه يا ولدي محلاها كانت محلاها كانت صراحة ويجي شورت نوتس اهو من الفروض انه هدا مش الخصم لا هداك السرلانك يا أظن ولا لا يا زلمة هذا اللي انت تتحكي عنه جوي ديف الكازاخستاني اوكي صح صح شو اسمه المفروض انه هم من العبش اصلا يعني سيبك انا لا يعنيني لاش عم ادخني في الفايتس اللي انا مش مهتم فيها بدحك عن الفايتس اللي انا مهتم فيها وطي صوتك بديس صوتك تحكي انت يا زلمة احكي عن الفايتس اللي بيهتم فيها انا و بس اول فايت بتهمني نارت قابدة شفر نارت أبيدا تعرف ما تذكرني بحاشم شوي اه بخشف طريقة حركته سرعة الترانزيشن اه من نارت أبيدا انت واحد من الآخر من الآخر جد حمسني حمسني على نارت أبيدا ابدع ابدع يا ولدي احنا يعني شفناه شفناه بأي فل اه ومن وقتها احنا عارفين انه في موهبة هون بدها رعاية وبدها اه بدها حدا يهتم فيها بدها سبونسر بدها مانجر اه انتوا عم تحكوا على واحد بالفعل عنده القدرة انه يكون بالعالم ما اديش عمره نارت ديش عمره 22 ولا 21 لا يا زلمي ما اقول لا 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 26 لا يا زلمي لا لا اه مولد 24 26 26 عمره اقول اه اه امان شو 22 انت بقولك عنده سبعة فايتس امتشر ولا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة بحما تحكيت امتشر امتشر متوقع امتشر بالان الا انت ب любعه الان منك خمسة soft مش بلعب معنى ما ما تشره طول يعني أخذ وقته مضبوط لا يدخل برو ويسفح ويسفح يسفح نازل تسفيح مان سكيلز و تالنت و هارت و فوكس واو والترانزيشن مان لف السرع اللي لف فيها والسلاسة انبليف بول الف مبروك الف مبروك مبروك لنارت فعلا بدي أشوفهم كمان فايت هلا يعني مت حمسين شو حيسير بو استقبله واو جد جد نارت أبدا الفايت اللي بعديها اللي الفايت تبعت لينا لينا فياد أول أكمن ثانية أنا قلت لا يمكن أول إيشي بدي نحكي فيه هو اختيارها للأغنية اللي دخلت عليها لأنه بصراحة جانجستر جانجستر مان أنا برفع لك الكبعة جيد 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 لأنه هي بالفعل لنا يعني أخذت الموضوع تناحة 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 يعني أنا مش فارعة معاي وطلعت منها طلعت منها بيور باور بدها تدير بالها على الجوجيسو بدها تدير بالها على المصارعة لأنه مش كل مرة بتسلم الجحلة ها مش بس هيك أول أكمن ثانية مش عارفة شو البلان أو شو شو الستراتيجي ما كان أو كان مبين زي كنو ما في بلان بس لما دخلت شوي وضربت كم ضربة وأكلت كم ضربة جاهل كنفيدنس وعرفت بالظلط شو ده تسوي فأظن هاي شغلة كمان إيكس بيريينس إن دكيج وما تنسى من وانت كمس تو سبارينغ بارتنرز كتير صعب بالظبط كتير صعب أنت عم تحكي على أول مقاتلة أردنية في البلد يعني مش ما عندهاش والله هالا مضبوط فيعطيها ألف عامل ما عنداش هالنادي اللي تختار منه إشي مهم إحنا حنجيب طبعا لنا على البرنامج وحنجيب نارت على البرنامج قريبا بإذن الله بإذن الله بس عشان نعرف ونسمع منهم وكيف كانت يعني خبرتهم كيف كانت التجربة شو كانوا حسين إنهم أول مرة يفوتوا عالم الاحتراف الفايت اللي بعديها كانت برضو كبان شب أردني اللي هو عيسى محمد الخنازرة الشب اللي لعب ضده هذا الليبي خير 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 شو كان اسمه بالكامل خير خليفة خير خليفة حلا وانا عم بحضر الفايت الوردني اسمه عيسى باسم عيسى باسم الخنازرة أوكي أوكي بس ملاحظة صغيرة لازم يعلموا شو بسموه بروس بافر شو بتسميه بالعربي المعلق مش معلق مش معلق هو شو اسمه بروس بافر بالعربي ابو الماكروفون ابو الماكروفون ابو الماكروفون هذا لازم علموك يلفظ اسلام الله عيبة يا زرمي اسا باسم شو اسا باسم عيسى شوية قرب شوية مش بقولك احكي مثل العرب بس قرب شوية على اسم كلهم بالانجليل الاجانب هيك بدهم يكونوا مش هيك مش هيك مش هيك بروح تشوف تابعون تابعون بريف هداك شو بيحكي عن جراح جرايا جرا جرايا جرايا اسهلة المهم فعيسى اسبع بعد ما الفايت خلصت او قبل اخر الفايت كان عم يبعث بدون ذكر اسامي كان عم يبعث لي شاب متمرن معه قال لي مان انا مش عارف كيف بدخلين عيسى مع هدا البنيادم هدا انا بلعب معه مان هدا فايز فور وورلد بي جي جي بابو طبي و جودو بلاك بلت و جودو بلاك بلت و اي دي دي سي تشامب و اي بي جي جي اف ما معرف شو مان مان بس بردو بردو سترايكينج بردو سترايكينج يعني لعبوك انا كتير حلو مان عيسى خير خليفة انا كتير 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 حبيت ستايلو كتير مستقبل مستقبل جدا باهر بالامامية اذا كمل جدا كتير حبيت ستايلو هارد لك لعيسى ما اظن صغير هو حالا حسنا ما حكا للشاب بقولي عمرو خمسة وعشين ستة وعشرين لا يا زلمة معقول ايك الميسج يمكن يكون هو غلطان طيب اه كتير عجبني يستايلو هذا الشاب الليبي كتير فاتوقع كانت شوي مسماتش بينه وبين عيسى شوي ولك عمرو 24 يا زلمي اه والله يا زلمي واو مستقبل جدا رهيب جدا مئة بالمئة هاي لفل هاي لفل يعني خلينا نشوف مين مين مديره وشو حيعمل فيه وين حيروح فيه بعد هاي الفايت كتير كانت حلوة وفيه الهبي ويت الهبي ويت مان مشان الله ايش هاده مان ايش اللي صار هاده مان انا حياتي ما شفت حدا هيك بيعمل لما يكون على الارض يا زلمي مان بطلنا هاي انا ما عملتها يعني حتى داري كلوس مش هيك لا بس بجوز عنده مخيف ما بعرف ما بعرف خليك شوي يعني بس هاي مسماتش كانت هداك مان داخل عليه عارف بالضبط شو رح يسير يعني هداك مين هاد مكتوب هون اسمه محمد جون اه من ساوت سودان بس واو واو حبيت اه حبيت وحلو تشوف هافي ويت ما ما تشوف هافي ويت هاي واريورز حلو تشوف هافي ويت بس يعني خلاص خليني ساكت اياحني حسنا يعني انا لما بفكر بها في ويت لما بفكر بها في ويت بفكر بواحد شكله زي فرانسيس انغانو واحد زي كورتس بلايدز واحد زي ايش واحد جر كرشولو قدامه ايش ما ايش في من احنا رياضة بتظلها رياضة طيب خشيلي على بعديها اه علي طالب يس يس واو من وين علي من وين علي عراقي عراقي بس في وشي سويدية وشي هيك اه حاليا النادي تبعه في السويد اوك مان واو واو يا الولد اندفيتد هلا صار اربع سفر اظن ايثن ايثن او محمد المصباحي كان واحد وصفر كان هو اللعب ضد نورس اخر المرة مو تذكر هو اللعب ضد نورس اب زاخة ايه اس جاي اس شاشل اس شاشل علي طالب اس شاشل ايه علي طالب كثير اس شاشل كثير مش شوي ايه يعني من كل الفايتس اللي شفناها اليوم انا بالنسبة ليها كانت احلى وحدة انا بالنسبة لي احلى وحدة واسألني ليش كانت سيلي المينفنت معاك انا فاهم ليش انا فاهم تفكيرك بالموضوع انت فاهم تفكيري اه طبعا وصل لهالمرحلة انا اياك اقول لك شو عم بتفكر اقول لي انا غضب انت عم بتفكر انه اول ثلاث فايتات لعسيلي خلصهم كلهم بسرعة وكانت فنيش السريعة وما شفته امتحن او ما شفته انه مر في حرب او انه مر في مراحل صعبة وانه اكل ضرب وكمل ثلاث جولات كاملات فهاي البره كان امتحان نيح له وهو نجح هذا تفكيرك ابدا فتيتها هتفكيرك انت بجوز انت تفكيرك غير هيك ليش اكيد غير هيك فضل افهمني يا افلاطون يا فهورس خليني افكر باشي جديد معاك منها مفروض انه لازم لازم يمر بهالمرحلة أول شيء يفهم وين هو والإنرجية من تبعته أمتى يهدى أمتى يعطي ويشوف الرياكشن تبع الفايتر هاي ما بتيجي بالترينيغ ولا بالسباريغ ولا بشي هاي بتيجي لما تثفم كل الكميكلز والأدراني للرش تبعك شو حاب يصير معاك والفايت جدا جدا مهمة وهي نمبر وون نمبر تو كيف حكيها بطريقة هو يبدأ بفهم أنه في ناس تتحمل والذي ستجعلك في مشكلة مرات فتفهم ذلك ويطرق أكثر ويطرق أكثر لو أخذ نقطة أول 15 ثانية ممكن بعدها يكمل تمرين مثلا نصكم أو على مزاجه عشان تصير أنت براسك بمرحلة أنا صح فأنا هاي المرحلة كتير مبسوطة أنه راح فيها هلأ بهاي المرحلة من عمره بهاي المرحلة من من الـ MMA جورني تبعته عشان كتير راح تساعد له أدام وسامير زي دي من تريلا هذا الزلمة آمان ما شاء الله شو هادي الزلمة في حدا بيقول لقد بوكسات من اسمها كلامك 100% صح وأنت بدون الصعوبات اللي بدون هاي الصعوبات اللي ما حتتعلم وفعلا اليوم هو مر بصعوبات اليوم محمد عسيري دخل في أشياء ما شفناها أكيد أنت بورقة التمرين بالنادي بتمر بهاي وبتتدرب لهاي الإشي بس أنك تجربها في الحلبة على أرض الواقع وصارع مش والله أوكي أنا واقف وحضروا ويضربني ونزلوا ونزلوا وطلع 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 وخسر ورجعها فيعني مر بكل مر بكل المراحل الخرائية اللي انت بتكاشر تمر فيها وطلع بالآخر منتصر فايت واحدة في ناس ما بمر فيها هاي من هون لعشر سنين فهاي جدا مهمة هلا إلو وأنا مبسوط له صراحة مبسوط له عدة دروس عدة دروس تلقنها بهالخمسة عشر دقيقة فألف مبروك ألف مبروك لمحمد عسالي إحنا متنبئين له بأشياء كبيرة عمره 23 سنة إيش بعده بيبي تعرف شغلة كتير مبسطط له وأنا واقف كنت بالفايت كلها مش قاعد مش قاعد رأعد أخذ هالمايكروفون وعمد هذا ما بعرف ليش فراسي تخيلت رح يحكي إيش عن هوشي هلا وأنا كنحكي إيش عن هوشي ما بعرف ليش أنا نحبلت هيك وإنت أخر مفهمه حبيبي بكرته هو يعني نفس الـ نفس الـ نفس الـ أنت أخر مفهمه أنت وبرنامجك الغبي أنا ثلتة إرباع أنا ثلتة إرباع أنا ثلتة إرباع أنا ثلتة إرباع معاك الله يسامحك أنا حكون مؤذبة أكثر منك خرص آمان أصبر عليه سنتين وشوف شو بطلع منه سؤال بالنسبة للعسالي والوزن هاين مرة لعب كاتشو ديش كاتشويت آه ما أنا كتير كان ضخم زلم إحداك بس ما أنا عسيلي عسيلي سيكس فايف يا سيكس فايف بس مش متعود يلعب بالأوكتوغون على هيك وزن ما أنا آخر مرة هي مستويت عسيلي بعرف 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 فهذا اللي حسألك يا هل بالفعل هذا وزنه ولا يطلع ولا يلعب ولا يحاول يكبر جسمه ولا يصبح سيكس فايف ما شاء الله عليه ما نطوله حيكون صعب لأي بني آدم يتعامل معه جون جونز سيكس دو ولا سيكس دي لازم يكون هو مش عارف مش عارف على الموضوع لازم يكون مدل ويت لازم يكون مدل ويت مش ليت هاوي مدل ويت مدل ويت يه انت متخيل عسيلي لو كان وزنه مدل ويت ايش يعني ستة وثمانين كيلو صح مدل ويت وان ايتي فايف ستة وثمانين كيلو أه هاة هو وزنه مش ويلتر ويلتر جدا ما بعرف ازا فيه يكون ويلتر أصلا لا مستحيلة عهد بطول بان والايت هافي ويت too much تخيل تخيل عسالي 2.05 يعني عندك شباب 2.05 عندك ريس طويل مش بطول عسالي يعني طويل ولا بطول عسالي 6.05 جون جون 6.02 ولا 6.01 يري برو هاسك ما بعرف 6.04 يعني طيب اطول من جون جونز مين عندك كمان دومينيك قديش 6.04 أو 6.03 ما بطول عسالي على على لايت هافي لا 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 ما بطول عسالي ما بطول عسالي والله 6.05 ما بطول عسالي بص يعني 6.05 6.05 ما بطول عسالي دومينيك ريس 6.04 مين كمان ما بعرف أنا ما بطول عسالي أنا بشوف بشوف اللي بكون يعني 6.04 6.05 خلص بص انتو اريدي في هداكل ما بعرف أنا هيك عم بحك يعني لازم يكون مدلويت لازم يكون مدلويت مش عم مش عم بنصحه يعني أنا شو بعرف اللي بياخد رأيي بكون بكون أحمر مني وكمان طبيعة جسمه طبيعة جسمه بالبقله مور يكون مدلويت يا فمن ما شاء الله عليه ألف مبروك محمد احنا طبعا ان شاء الله بكرا منشوفه في ال في ال الانترناشنل متنبئين له اشياء كبيرة بعده صغير ومستقبله ان شاء الله حيكون باهر يا ألف مبروك يا سيلي ألف ألف مبروك جريت 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 بدك تحكي اشي على يوف سي دي بكرا ولا ما بدك تحكي تسعة وعشرة دان ايج أنا اسمع دان ايجي كتير بحبه أوكي كتير بحبه له دان ايجي فبس اللي حقوله انه اتمنى قبل ما تحكي دمين اتمنى انه دان ايجي يفوز اه انا معك اه اتمنى انه دان ايجي انا معك اول انك عم بلعب احب الكسي اولانيك تعرف اكم من فايت عنده توقع فوق الخمسين اعطيك الركر تابعه شو الركر تابع الكسي اولانيك فتين ون اسطورة من خمس وسبعين لا تسعة وعن خمس وسبعين شو عم بيسوي هاد من كيف مخليينه من كيف مخليينه منظمة طلعوا الستير اوفريم وخلوا واحد عمره عنده خمسة وسبعين فايت. الكسي بصد من الناس من يعني مره بفوز مره بلبح الكسي يعني. زلمة. اح كثير بحبه. يعني بالدسجن زادول. طلعوا شو اسمه. جونيور دوسانتوس مان. وخلوا الكسي. حلا انت برايك انه الكسي او لانك بياخد مصاري زي زي جونيور دوسانتوس. لا بس نجومية مان وبوتنشل مان بتوقع جونيور دوسانتوس كان فيه يقدر على ثلاثة ارباع الناس. الكسي ما فيه يومان. يبها دل عمر. اكتر جي دي اس صغير مان. سبعة وثلاثين عمره جي دي اس. اوكي على هيفي ويت يعتبر. صغير. اوكي. اصغر من جان. يان. اصغر من بلا هوبتشيس. هو بس النوكاو تلاكلها من اه انجانو مان. بس هاي هي يعني قبليها كان فايز على مين مان. فايز على صاحبك. الاسترالي. النيوزولندي شو اسمه. اه. بام بام. بام بام. بام بام. توي فازا. ايه. اكتر فايت بكر انا مبسوط عليها. او فايتين لتسي. مالون فيرد ديفي جرانت. ديفي جرانت ما انا كتير بحبه. بحب شخصيته. اه. وديفي جرانت. انا اللي ما بيعرف انا نصي انجليزي. انا الوالدي الله يرحمه من بريطانيا. من بريطانيا كانت. فمن وين بريطانيا من نيوكاسل. فديفي جرانت كتير بحبه. طبعا بتشوف شكله بتفكر عمره خمسين ستين سنة. بس هو صغير. ما بعرف ليش هيك الانجليزي اخي. اه. انا بهاي الشغل اخدت جهة ابوي. اه. ومالون فيرا. ديفي جرانت مالون فيرا. هاي. ها تكون حلوة. بس ما اجبالا بقيت الكارد خرى. لا ما عندك دي اقول لي ما ومات براون. ماان مات براون. ماان مات براون. انا مش بتحمس ع هاد الكارد. بتعرف شغله. يمكن لو هاد الكارد اجا الاسبوع الماضي. كان لقيتني متحمس اكتر. بس جبتولي. لا. اللي انا بالفعل ما نمتش بعديه تلات ايام. يعني انا يو اف سي تو سكس تري. بالفعل يعني حضرت ورجعت حضرت وضلتني احكي في الموضوع. وعا الانستغرام والتويتر. يعني من كتر. فبدي انا اقول انه هذا الاسبوع كان مفروض يعطونا برايك. يعطوك انت برايك. اه اه لانه بصراحة خلص يعني يعطيك العافية يعني. يعطيك العافية يعني. يعطيك العافية على فايت على فايت نايت. والمين كارد فيها تسعة ضد عشرة فبت عليه. طيب دان ايجل وفاز هاي. اه. هلا جدا صعب يفوز. على الزومبي? اه ما نشوف. ما مستخف بالزومبي انت يا زراميه. ميش مستخف بالزومبي بس انت بتحكي تسعة وعشرة مش بعض عن بعض بايدوية هم التنين. اه بس اوكي انه رح يفوز ان شاء الله بس مش سهلة هتكون هتكون اي اي واحد بفوز على على زومبي بتكونش سهلة عشان هيك لما براين اورتيجا عمل اللي عملوا بزومبي احنا كلنا هيك عدنا. ما انت حضرت الفايت بين آآ كوريان زوبي ويايير رودريغز. اه زبان اه. امتة كانت هاي? لا اكيد ما احنا نرتزح هاته جوابك. امتة كانت? هاته احلى في تاريخ المنظمة كلها. احلى فايت. في تاريخ منظمة اليو اف سي. احد رودريغز ضد. اه كوريان زومبي. ما بعرفش ان احكي اسمه بحكي كوريان زومبي. جان زونج جونج. اخلا الزومبي هي حكي زومبي وريح راسك. زومبي يا ولدي من فايت. اخر ثانية. جابها هيك هداك. افورد ألبو من ورائي. الافورد ألبو. دي. انا دخلت الموضيع كثيرة. يا اير صل يا اير صل. يا اير. يا اير. يا اير. يا اير يا احمار. يا اير كغايب كان صلو فترة. وكان مفروض هلا ارجعته. ضد ماكس هولوي. والتغت. مش اعطوه سيسبنشن مان. ما لك. اخذ سيسبنشن. وقول لك هلا ارجع. هل كان مفضلني. لا اخذ هلا سيسبنشن عشان انه يدرنت شواب فوريو ساعدة ولا ابصر شو. هيا اخر واحدة. خلصت. اه خلصت هي انا اوكي انا اه مش كان فرض. ولا انت اسمه عم بتشككني بحالي انت هلا سلت. عن جد عم بتشككني بحالي ايش فيه. ما ما تعملش فيه هيك. ديسمبر اه خلصو سكس مانت صح. اه خلصو. المفروض يلعب ضد ماكس هولوي بسبعتاش سبعة. وماكس انسحب. صح صح. انجرد انجرد صح. لانه مصاب. بس بيني وبينك. خليك انت صريح بحالك. بشرفك. مرة واحدة في حالتك خليك صريح بحالك. يا اير. بعد انسحاب هولوي مش بتلاقيه قاعدة البيت هلا الابتسامة من هون لهون. مش عم بيبوس ايده. لا 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 لا. وشه قفة. ليش مان بالعكس. هي كانت فايت حلوة جدا رح تكون. مان ماكس هولوي كان حيدمره. يا الزلمة انت بس تدخل انت انت عم بتسوي نفس الشي اللي عم انت مع في جريده. هلا. اسمع انت مسكت لك ممسك هلا. مسكت لك ممسك بدك تدلني عليه. لا لا لا. لا ما فاز على ماكس هولوي انتذكر. فولكروكسي. اسمع انه بالنسبة لي فولكروكسي ما فاز على ماكس هولوي. طيب مان كثير قريبة. كثير قريبة. مان ما في بقارنة ما. ما تقارنلي بين يا اير رودريقز وماكس هولوي. مشان الله. حتسير حتسير الفات. حلا حتسير رح تكون. أنا محلي محل يائير بتلاقيني قاعد في البيت عم بابوس عم بحمد ربي عم بصلي 300 ركعة. ما قريب انت من. ماكس كان حياكله اكل ما. طيب مين في يفوز على ماكس هروين هلا. شو بتعملوا في يومان. يرجع يال عبدال كمان يائير فاز على جيريمي ستيبنز كوريان زومبي بي جاي بن دان حوكر الخسارة الوحيدة بس كانت ستوبيج مش فنش دوكتور ستوبيج يعني كانت in the last one two three four five six seven eight nine ten eleven 12 فايتس بس مرة واحدة من فرانكي اذكر يائير مش مسح مان يائير مش مزحة. انا ما قلت انه يائير مزحة بس يائير لا يقارن بماكس هولوي على اي اساس ما لا يقارن خد سجله على ورق زي ما بتحكي انت. خد سجله كيف ما بتقارن مع ماكس هولوي. اعطيني سجله يا ابا اتفضل. شو ال شو ال شو ال ما دان بدك تقعد تجوغل وانا وانا عم بحكي معك. اكيد بنا نشوف نحكي بستاتس بتحب انت. بدل ما تتعبل. عنده مثلا ماكس هولوي خسرها من داستن بوريه ومن الكزاندر فولكوناكس فولكونافسكي مرتين. حيث انت خسرات باربع فايتات. خبص فايتات. ماكس هولوي ربحان اتنتين ضد فولكونافسكي برأيي. وايضا لا لا اعترف بفولكونافسكي كبطل عالم. سوري. لا تاني واحدة اوكي بس اول واحدة يورانمس كانت بس اوكي بفهمك. وخسر من داستن بوريه. جاي تقولي لو ياير رودريغز نزل مع داستن بوريه بتكون ما في اخد عطا. لا طبعا ما. طب شو هم تحكي انت بس على كاليفين كيتر. لا اعبا اقول لك اعبا اقول لك لا طبعا انه لو لو نزل ضد داستن بوريه ياير رودريغز كان هيتاكل اكل ما. ما لك. ما انت بتعرفش ياير رودريغز معنا. سوري. انت شو هم تخبس هلا. انت ما بتعرف ياير رودريغز. ما بتعرفه مان. جد ما بتعرفه. شو بتخبس قاعد. ياير ممتاز وشاطر وحباب وكلنا من حبه بس تيجي تقارير لي ياير رودريغز من كل فايتاته. من كل فايتاته. وستايله. واسلوبه وكل اشي. تيجي تقارير لي ياير رودريغز معكس هلوي. اكيد مان. اكيد تقارير هنا. ولا انت بتفهم احسن كل تاهم. اه طبعا. اه اوكي سوري. روح اخذ محل دينا وايت. يايريت. شو انك هبيلة. اكيد تقارير. اما شغلي هاي. طيب خلص كل حدا غلط وانت صح. مش كل حبيلة انت. شون شلبي ومك دول كلهم اغبية ودين اغبي وانت بس انا اتوقع انا اتوقع انا اتوقع على رجعوه اعطوه ماكس. اه ما بعمل. ماكس اخر خمس فايتات خسران تلاته عن بيبر. شو بتخبز قاعد. ماكس خسران لداستن بوريا. وانا لا اعترف بالخسرات اللي صارت لالكزندر مع بلكنرسكي لا الاولى ولا التانية وبالذات التانية لا. يعني اسمع انت جايد جاد الواحد حتطلق صورة ماكس ماكس هولوي على الحيطة عنده. اعرف انه انا مش حاودة اكون. مش مش عارف اكون اي نوع من انواع. خلص ماكس ما هذا ماكس. اوكي. ان شاء الله لتسين شو حيصير فيها هاي لما يرجعوا ويعملوا الاريسكيجولين. او ريت. ضل في شيء نحكي فيه. ضل. نعم. شو كمان زيقت منك. اخرص يا زالما اخرص. اعطيني تربواتك بكرا. مع مع بصراحة اي دونت بصراح بدك بصراحة مش مش سائل ولا فايت فيهم. اي دونت كير. ما بس يتحكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي مين عندك في الدفوجن فاضي هلا فهمت على ايه انا رح ولك مين الدفوجن كلها انا رح ولك مين مين وكل مي مستك شو مستك خرا شوكا شون او مالي شوكا ما عنده فايت اريدي سكيجول اي دون كير عنده فايت ما عنده فايت عنده نكست ان لاين لدان ايجي شوكا شون او مالي بتحبه انت لا او مالي بحب بستايلو ما فيك يعني ما تحب بستايلو بس شخصيته بتخزي صح تخزي فيك فيك انه في ناس مثلا كونر بحبه عشانه زكي تحسه هيك هو زناختو هو اوثنتيك فيمت علي جدية هذا بتحسه عم بمثل دايما ما بعرف هاي شعوري بجوز ما بعرف زيه زيه مثلا خلاص ما بطيء من كل مره طلع لي بريمبو على شعره حلا عني يا زلمي بتعرف ان هذا صار اب عن من كم شهر ان هذا صار عنده اولاد اه اه بس شوف لا بس انت يعني لازم لازم يعطوك امتحان قبل ما يخلوك تخلف يعني مش اه انت عطوك امتحان طيب المهم اه جدا مهمة هاي الشخصيات زيه جدا مهمة و هلأ انت شوف بتنساش كمان ان هو يعني من الجيل اللي هو بالفعل فعل من الجيل اللي كتير جديد اه اللي بلعبوا تويتش اللي بتلاقيهم مع تويتش وبلعبوا فيديو جيمز وبلا بلا من هذا الحكي يعني هو بالفعل اكتر واحد يمكن يكون قريب على الاطفال اللي عم بطلعوا هلأ يعني او 13 14 15 سنة اللي بلشوا هلأ يحضروا الرياضة هذا هو هدول هم الزباين فهمت علي فهمت عليك زباين اه هدول هم مشاهدينه هدول هم متابعينه فغصبة عندك بدك هاي الاشكالات اوكي ماشي ماشي خلينا شوف خليك معي خليك معي بس شغلة واحدة لانو انت بصراحة فسألتني سؤال وانا كتير يعني مبعصت منك عهد السؤال انو سؤال ماذا يريد أن يحدث في دان إيجي إذا ربح اليوم لديك أليكزاندر بولكروسكي سيلعب براين أورتيجا فهي واحد واثنين راحوا ماكس ويا إير سيلعبوا كورين زومبي و إيجي سيلعبوا من يظل عندك؟ كالفين كيتر و جوش أمت و أرنالد ألن هدول كلهم لو حطيتهم مع إيجي ليفجرهم تفجر لا كيتر لا ما كيف جد تفجر لا بدون كيتر طبعا باستثناء كيتر أحكي لك بس كيتر يعني عندك كيتر كيتر هو قطار negotiations من قبل الّ المشور وجints هو أول شي هو خسر من كالفين كيتر مين خسر من كالفين كيترIDE كيغا كيغا تر gratitude يعطي جيغا كتير هذا الولد مانا كتير بحبه ده اسمع جيجا اسطورة جيجا قصة كتير بمتع كتير بمتع الجيجا كيك هاي الليفر كيك معتو تاعتو مان بيخلص فيها كل حدا وبتجيبها نجش في الكبد ايش احلى بودكاست اكتر بودكاست بتحبه بعد هوشي مورنين كومبات لازم ننوع انا وياك ليش لازم نحضر شغلات تانية كمان انا بحضرهم كلهم بايداوي بحضر تشيل وبحضر انا بسمع كتير بودكاست بايداوي غير هلا شوف بودكاست على اوديو كلهم بسمعهم اه ادي شي 13 واحد على سبوتفاي تابعي بس اللي بحضر وبتعمق وبحطه هذا هو امكي كفيديو اه يوتيوب اه انا ما انا ما بحضر ولا ايش على اليوتيوب عفكرة ليش من نط نحنا انا كتير من نط عندي عادة نط موضولة 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 ليش لانك عندك انفصام عندي انفصام اه عندك انفصام في الشخصية وهذا كله دليل واثبات على شو عم بصير جوا بخك انه انت مشتت مشتت اه اه حبيبي انت من كتر مواقع عراسك ونت صغير اه اه شو كنت عم بحكي عن جو ضيعتني نعم ايه بالله اي حركتي باليوم وطالع اه جو ضيعتني شو كنت عم بحكي شت عن البودكاست ما انو يوتيوب ما بحضر يوتيوب فيش فودكاست كتير بسمعها اوديو فيه مجال نكمل بودكاست بغير ما نشوف خريكتيك على انا بفضل يمكن احنا مستمعين ومشاهديننا فيه هيك وفي هيك فلازم احنا نلبي الكل او حطوا بس وجهي والحكي انا وياك ما عندي مشكلة عشان تشوف حيبطل حديقة على اصلا طيب ماشي بنشوف كيف خلصنا هيك احنا كثير طوالنا اليوم احنا توقعت هتكون سريعة كل مرة كل مرة بنتوقع رح تكون سريعة خمسة واربين دقيقة اسمع كودي الكوميس على اليوتيوب انو خلوا خمسة واربين دقيقة مضبوطش يا جماعة نحنا بناخد ونعطي هيك على التسهيل انو حطيني وراغ ونمشي عوقيت او حطين لا اللي بطلع بطلع ازا ما طلع اشي منتسكر اسمعا جد في ناس يعني بيعملوا زي ما انت عم تحكي وانا مش عم بقولوا انه هذا صحب اللي غلط لا يعنيني كل واحد حر افعل ما يحلو لك ورقه وقلم واليوم بدنا نناقش هاي وهاي 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 وفي اجتماع قبليها وفي اجتماع بعديها وشو حنا حبيبي احنا ما عنا منو هذا الحكي يعني عشان كلوا انتم فهمين الطبخة كلها برينة ايمن بقولوا اليوم ايمن هنحكي على فايتات ابو ظبي ونسكر ال UFC 263 اوكي اوكي يلا نص ساعة نص ساعة منسكر فيش 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 شها فينا محضر ايشي اصلا لو حطينا جدواي او اعملنا شي ما بطلعش حلو اصلا الشو كله اه 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 صح بطلعش خليها خليها عشوائي هيك أحلى عشوائي عشوائي طيب تمام بري جود يلا بكرة بكرة أبو طبي عملت البي سي آر تبعك عملت البي سي آر تبعي ما وصل لسه ما وصل البي سي آر كل خمس ثواني عم بعمل ريفرش 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 أنا مش هحكي ايش أنا حضرني ساكت مش هذكرك بآخر يوسي ودفعت الاكس بريس كمان الآن هدفعت لك الثلاثين الثلاثين يعمل بها دي آي الزلمي قالولي ماكسما بتعشر ساعة ماكسما فإذا خربت خربت توصلني على الأربعة الصباح انت عرفني أنا ما بستمناك ولا بسأل فيك بس بدك تمر علي بكرة بصح الصبح بغير لوعية بتحمل بحضر حضر 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 يلا خلاص يلا انشباب صباحا سبسكرايب like instragram follow iblis سلاب peace موسيقى